تحليل لوكالة الأنابول منشور في الرابع من شهر مارس من عام 2020 بعنوان نزيف دماء لا يتوقف بالحدود الثلاثة ماذا يجري الساحل الإفريقي؟ ماذا يحدث في مثلث الموت بمنطقة الساحل الإفريقي؟ مئات القتلى لجنود وسكان محليين وإرهابيين خلال أشهر معدودة ومئات الآلاف ينزحون من مناطقهم وجيوش تحشد وقمم دولية تعقد لكن منطقة الحدود الثلاثة بين مالي والنيجر وبوركين فاسو لم تسلط عليها الأضواء بالشكل الذي يعكس حجم هذه المأساة ومستوى التهديد الأمني في المنطقة فخلال الأشهر الخمسة الأخيرة ارتكبت جماعات مسلحة من بينها تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الصحراء الكبرى وتحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عدة مجازر راح ضحيتها عشرات الجنود من مالي والنيجر وكوركين فاسو نهيك عن جنود فرنسيين وعناصر من القبعات الزرقاء الأممية وتشكل تحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مارس آذار 2017 ويضم كل من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وكتيبة المرابطين جناح مختار بالمختار وجماعة أنصار الدين أغلب عناصرها من الطوارق شمال مالي بزعامة إياد آغالي الذي يقود التحالف حالياً إضافة إلى جبهة تحرير ماسينة أغلب عناصرها من قبيلة الفلاني وسط مالي وكان يناير كانون الأول 2020 الأكثر دموية بالنسبة لجيشي النيجر ومالي على وجه الخصوص حيث قتل في التاسع من هذا الشهر تسعة وثمانون جندياً من النيجر قرب الحدود المالية على يد عناصر يعتقد أنها تابعة لداعش الصحراء وفي السادس والعشرين من ذات الشهر قتل عشرون جندياً مالياً في هجوم يعتقد أنه لجبهة تحرير ماسينة التي انضمت لتحالف النصرة على الثكانة في وسط البلاد واستولوا على أسلحتهم بل وسيطروا على بلدة سوكولو بالقرب من الحدود الموريتانية في الرابع من فبراير شباط بعد أن سبق وحررتها القوات الحكومية في وقت سابق وفي الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول 2019 قتل تنظيم داعش سبعين جندياً من النيجر في هجوم على موقع عسكري بمنطقة نائية شمال غربي البلاد في منطقة الحدود الثلاثة كما قتل ثلاثة وخمسون جندياً مالياً في هجوم مسلح على مدينة أنديلمان شمالي مالي في نوفمبر تشرين الثاني 2019 وفي ذات الشهر قتل ثلاثة عشر جندياً من فرنسا في اصطدام مروحيتين بمالي كانوا يشاركون لعملية عسكرية ضد متطرفين حسب الرئاسة الفرنسية وما بين ثلاثين سبتمبر أيلول والأول من أكتوبر تشرين الأول عام 2019 قتل أربعون جندياً مالياً في هجومين منفصيلين بالقرب من الحدود المالية مع بوركي نافاسو ولم تسلم حتى القبعة الزرق من هجمات الإرهابيين حيث أصيب ثمانية عشر عنصراً من قوات مينوسما وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أصيبتها أيضاً في كمين بمنطقة تساليت شمال مالي بوركي نافاسو لم تكن استثناء أيضاً حيث قتل ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمنطقة أربيندا شمال في يناير الماضي وقتل ثمانية عشر عسكريين آخرين في هجومين منفصيلين بإقليم سوم نهاية ديسمبر كانون الأول 2019 وقتل في أحد هذين الهجومين خمسة وثلاثون مدنياً وثمانون إرهابية كما قتل مسلحون تسعة وثلاثين مدنياً في إقليم سومي أيضاً في السادس والعشرين من يناير وفي مطلع فبراير قتل ستة وثلاثون مدنياً في منطقة سانتا ماتينغا شمال بوركي نافاسو ومنذ عام 2015 قتل أكثر من سبعمائة شخص في بوركي نافاسو لوحدها وخلال 12 شهراً الأخيرة نزح سبعمائة ألف شخص بسبب الهجمات المميتة التي تعرضت لها قرى في البلاد حسب الأمم المتحدة عمليات مضادة ومع تزايد الهجمات الإرهابية في منطقة الحدود الثلاثة كثفت مجموعة دول الساحل الخمس موريتانيا ومالي والنيجر وبوركي نافاسو وتشاد وبدعم محوري لفرنسا من هجماتها على الجماعات الإرهابية في المنطقة خاصة مطلع 2020 وأعلنت قيادة الأركان الفرنسية تحيدها لعشرات الإرهابيين في غارات لطائرات ميراج 2000 وريبر بدون طيار منهم ثلاثين عنصراً يومي السادس والسابع من فبراير وفي الفترة ما بين التاسع والسابع عشر من فبراير حيدت خمسين مسلحاً في محيط مدينة موبتي وسط مالي كما تم تحيد عشرين إرهابياً في الفترة ما بين التاسع عشر والرابع والعشرين من فبراير بمنطقة الحدود الثلاثة بالتزامن مع انطلاق قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي انعقدت في الخامس والعشرين من فبراير بالعاصمة الموريتانية نواكشوت بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم تحيد ثمانين عنصراً من الجماعات الإرهابية في الحدود الثلاثة في يناير الماضي ولم تؤكد القوات الفرنسية إعلان النيجر تحيدها في عملية مشتركة معها مئة وعشرين إرهابياً في منطقة تيلا بيري القريبة من الحدود مع مالي وبوركينافاسو في عشرين قبراير الماضي لكن عمليات مكافحة الإرهاب في الحدود الثلاثة لم تسلم من وقوع انتهاكات وأعمال انتقامية حيث قتل واحد وثلاثون مدنياً من قبائل الفلاني التي يتحذر منها المئات من مسلح جبهة تحرير ماسينة دون أن يكشف عن المسؤول عن هذه المجزرة التي سبقها في مارس آذار 2019 مجزرة أطخم راح ضحيتها 160 فرداً من ذات القبيلة وجهت فيها أصابع الاتهام لقبيلة أخرى منافسة وازداد الاستياء الشعبي من ممارسات الجنود الفرنسيين في المنطقة خاصة أنه ينظر إلى فرنسا كمستعمر قديم طامع في ثروات المنطقة وتسببت هذه النزاعات في مقتل نحو أربعة آلاف شخص بمالي والنيجر وبوركينافاسو خلال 2019 ما يعكس حجم التحديات الأمنية في المنطقة وهذا ما دفع فرنسا إلى زيادة تعدادها العسكري في المنطقة من أربعة آلاف وخمسمائة جندياً إلى خمسة آلاف ومئة كما قرر الاتحاد الإفريقي إرسال ثلاثة آلاف عسكرياً إلى المنطقة لمواجهة ترد الأوضاع بها فضلاً عن 12 ألفاً من القبعات الزرق المتواجدين في شمال مالي لحفظ الأمن فضلاً عن مساعي فرنسية لإنشاء عملية جديدة تحت اسم تاكوبا تضم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية غير أن الولايات المتحدة التي تملك قاعدتين جويتين لطائرات بدون طيار في النيجر لا تبدي حماسة في التورط أكثر لعمليات عسكرية تتولى فرنسا قيادتها لكن كل هذه القوات قد لا تكون كافية في ظل إحساس قبائل المنطقة بالظلم والتهميش وهو ما يغذي التطرف لذلك تم إعلان التحالف من أجل الساحل خلال قمة مجموعة دول الساحل الخمس في الخامس والعشرين من فبراير ويضم التحالف من أجل الساحل كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وهولندا وإيطاليا ومصرف التنمية الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وبريطانيا وليكسنبورغ إضافة إلى الولايات المتحدة والنروج وفنلندا بالصفة مراقب وقرر التحالف من أجل الساحل تمويل ستمائة مشروع بقيمة تسعة مليارات يورو حسب إعلام فرنسي وأعلن البنك الدولي في الخامس والعشرين من فبراير تخصيص دعم مالي يتراوح بين ستة إلى سبعة مليارات دولار لدول مجموعة الساحل من أجل تمكينها من مواجهة التحديات كما سبق أن تعهد المانحون في مؤتمر بروكسل الذي عقيد في فبراير 2018 بتقديم 414 مليون يورو لدعم دول الساحل ويبقى إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه هذه الدول خطوة نحو تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة المهمشة إلا أن التحديات الأمنية أعقد من ذلك بكثير